لاحظ الكلام ومتى تردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى ما تكلمشون دافع عن نفسك وادرب بالسيف فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان وليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد فعلوا أو إن كانوا لاحظ الكلام مش بس فعلوا إن كانوا قد لقبوا رب البيت أي يسوع المسيح بعل زبول فكم بالحري أهل بيته لهو يعني بيت الله المؤمنين جسد المسيح فلاحظ هذه واحدة من أصعب الاتهامات أصعب التهم ضد يسوع المسيح قالوا عن يسوع المسيح أنه ببعل زبول برئيس الشياطين يخرج الشياطين ولكن المسيح فضحهم هل في مملكة تنقسم على ذاتها مملكة منقسمة على ذاتها لا تقوم فإذن بقول هون إن فعلوا برب البيت يعني أو لقبوا بعل زبول على فكرة بعل زبول بعل زبول يعني بعل أو رب الزبالة رب الزبالة وهذه التنقيح لكلمة في العهد القديم اللي اليهود كانوا بيستخدموها عن آلهة الفلسطينيين القدماء اللي هو إله عقرون بعل زبوب زبوب أو ذبابة يعني بعل أو رب الزبابة فرئيس الشياطين كانوا بيتمسخروا عليه إنه رب الزباب وهذا رب الزباب هو حقيقة كان إله عقرون أحد آلهة الفلسطينيين مثل داجون مثلا فحتى ملك إسرائيل الملك أخزية الملك أخزية انخدع وطلب من الرسل إنه يروحوا يسألوا العرفين للأسف يطلبوا إله بعل زبوب ملوك الثاني ملوك الثاني الإصحاح الأول يمكن ترجع لهذا الإصحاح فطبعا النبي إليا لاقى الرسل وأعطى رسالة شديدة إنه نفس الفراش اللي أنت أرسلت الرسل رح تموت عليه لأنه لم يطلب إله إسرائيل يعني المقصود إله العهد إله الشخص يهوى أو إله الأحياء إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإذن رح طلب آلهة الشياطين يعني طلب من الشياطين إله عقرون هو إله الشياطين حتى يسأل عن الشفاء وطبعا النتيجة هذا الملك طلب من إليا أن يشوفه من بعد ما أرسل رؤساء خمسين ونزلت نار وحرقتهم رح شافوا وكمل نفس النبوة قال له السرير التخت الإنت نايم عليه مش رح تقوم منه لأنه هاي الآلهة آلهة شياطين آلهة كاذبة مش الإله الحي كما هو إله الكتاب المقدس فتخيل أنه رب يسوع بقول في هاي الكلمات فكم بالحري بيته يعني أنت وأنا إذ كانوا قد لقبوا رب بالبيت بعلى زبول وعلى فكرة رب يسوع كمان قال شيء مهم جدا في هذا الصدد لأنه الدعو أنه قوات المسيح أنه كانت بقوة الشياطين كانت تعتبر خطية التجديف على الروح القدس والتجديف على الروح القدس هي الخطية التي لا تغتفر الخطية التي لا تغتفر لأنه شاف وسمع رأى واختبر ولكن فقد الحس يعني صار كالس صار يعني جلد يابس جدا ميت يعني بالعرب ميت ما عندهش أي استعاب أي تبكيت أي ضمير أي روح قدس أنه حتى يبكته فوصل إلى حالة الفساد والرب أسلمه إلى ظهن مرفوض هذه الخطية التي لا تغتفر ترجمة نانسي قنقر